موسيقى هناك عدة أسباب للتمثيل الشبابي القليل أولهما هو الجيل القديم والجيل القديم الذي يظن إلى الآن بأن كل شيء تحت سيطرته ووجود جيل جديد قادم قد يسحب منه القوة هذا جانب الجانب الآخر عدم ثقة بعض الحكومات بأبناء الشباب وهذا الأمر الذي نحاول أن نحاربه وأن نثبت لهم بأن الشباب هم قادة المستقبل وطني وبلدي وأبنائي والأفكار التي تعلمناها ونتمنى أن نطبقها بالكويت الزمن لا يتغير ولكن ظروف الحياة تتغير وتتطور فالشباب هم الأقرب الشباب هم من يستطيعون أن يواكبون هذه الأحداث بسرعة وهذا ما دفعني من الطراز الأول أن أساهم في تغيير وطني إلى الأفضل ومستقبل الشباب ومستقبل أبنائي إلى الأفضل اليوم الحياة تغيرت أو ظروف الحياة تغيرت فالتكنولوجيا اليوم عام الرئيسي في كل شيء وفي جميع التخصصات حتى في الانتخابات في السابق كنا نرى التصويت من خلال ورقة وغلم اليوم التصويت أصبح ألكتروني اليوم شركات كبيرة ورؤوس أموال بالمليارات شركات عملها رئيسي في التكنولوجيا في الأبليكيشنز وغيرها نستطيع أن نستخدم هذه التكنولوجيا لتدقيف المجتمعات نستطيع أن نستخدم التكنولوجيا لتسهيل عملية المواطن فالتكنولوجيا اليوم أصبحت مثل الهواء والماء هي مصدر للمعيشة الثقة الثقة بالشباب ويجب على الشباب أيضا أن يحققوا قصص نجاح لما نتحدث عن الشباب نحن نتكلم عن الشباب المميز الشباب المحارب الشباب الذي يتمنى أن يطبق أفكاره من خلال عمله وليس طعن غيره اليوم في بعض الدول هناك تيارات سياسية واجب التيار أن يبني الشباب داخل التيار وأن يؤهلهم هناك على سبيل المثال كبلد الكويت لا نملك أو ما عندنا هذه التيارات لذلك التثقيف ذاتي أو من خلال الحكومة لأن اليوم الوزراء في الكويت يتم تعيينهم نحتاج جسر من الثقة إلى أبنائنا أو أخواننا الشباب لتغيير طريق للمستقبل أولاً نحن نحتاج خبرتك فوجودنا لا يعني إقصائك لذلك الخبرة مع حماس الشباب يولد إنتاجية أفضل لما نخرط ماثنيناتهم مع بعض راح نحصل أو نصل إلى طريق للمستقبل بشكل أقوى وأفضل ولكن عندما نتحدث عن الشباب اليوم الشباب عددهم أكثر من نصف المجتمع ويحتاجون التمثيل يحتاج من يشعر بهمومهم ونحن من نشعر بهمومهم لذلك وجودنا لا يعني إقصائك وجودنا هي لمساعدتك وأن نضع أيدينا ببعض لوطن أفضل طبعا هذا التغيير الطبيعي للمجتمعات كل شيء يتطور في المجتمعات الديمغراطية تتطور والتمثيل الشبابي سيتطور بإذن الله